وده اللي حلقة هتسمعه في الساعات القادمة ان المانيا رفضة وفي الخلافات وكلام ده كله خليني اسبق لك الاخبار وقولك ان بولندا خادت الدوق الاخضر من المانيا بعد ضغط رهيب جدا وبولندا هتبعت الدبابات بتاعتها من ترازد ليوبارد 14 دبابة هتبعتهم لأوكرانيا بخبر على فكرة انا بصور الساعة 10 الصبح بالضبط محدش قال الكلام ده بولندا هترسل دبابات يوبارد لأوكرانيا شفت الجنان وصل لفين لما بولندا تبعت الدبابات الالمانية فنلندا هتبعت بقى الدور هتبعت هيبقى فيه كسر للخطوط الحمرة كتير جدا هيعتبر جيوشن نيتو نزلت عالارض في أوكرانيا لان الدبابات دي هي رمز من لموز قوات المشاهد ده اللي بيتقال حاليا ان بولندا هتبعت الدبابات بتاعتها السؤال بقى اللي هن هو فين الجيش الروس تشايف حاجة غريبة جدا اللي بيتقدم في الحرب حاليا ضد القوات الأوكرانية هي مليشيات فاجدر المليشيات دي أمريكا قالت انها الشعر القادم هتدرجها على منظمات الإرهابية